مرسلنا في الخرطوم بأن السلطات السودانية صادرت صباح اليوم نحو عشر صحف يومية بعد طباعتها ولم تصدر الجهات المختصة ما يفيد بسبب المصادرة وقال صحفيون سودانيون إن المصادرة طارت صحف السوداني والانتباهة والخرطوم وألوان واليوم التالي والوطن والرأي العام وآخر لحظة وجريدة واستنكر عدد من رؤساء تحرير الصحف المصادرة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه بالهجم الشريسة على الصحف والصحافة وسبق لسلطات السودانية أن صادرت نحو أربع عشرة صحيفة من دون توضيح الأسباب وأتحول إلى ضيفي من الخرطوم مدير تحرير صحيفة الرأي العام للشؤون السياسية فتح الرحمن شبارك سيد فتح الرحمن أسألك وذلك بعد أن أقول لك صباح الخير أسألك عن المبررات المنطقية التي تقدمها السلطات السودانية لمصادرة هذه الصحف بعد طباعتها ما هي؟ صباح النور في تقدير لا توجد مبررات مغنعة يمكن أن تبرر مثل هذا الفعل لأنه يمثل انتكاسة حقيقية في مثار الحريات الصحفية بالبلاد وهناك قضاء يجب كلاحتكام له في حال حدث أي تجاوز من الصحافة ولكن الذي يتم بالنظر في التجارب الماضية كلها أن المصادرة تتم كإجراء عقابي بعد النشر ولكن لا يحدث أي تبرير من الجهات المعنية بهذا الأمر حدث ذلك في فبراير الماضي عندما تمت مصادرة نحو 14 صحيفة وحدث أيضا في أبريل عندما تمت مصادرة صحيفتين أيضا وتعودنا على مثل هذا الإجراء التعسفي برأيي وهو يعبر عن حالة من الشد والجذب بين الصحافة والسلطات الأمنية في البلاد طيب نريد أن نفهم ما الذي يزعج السلطات السودانية في نشر الصحافة السودانية لموضوع يتعلق بتحرشات ضد الأطفال حتى بالنظر للتجارب السابقة من المبكر أيضا الجزم بأن هذا هو السبب كانت هناك آراء كثيرة عندما تمت المصادرة في فبراير الماضي لـ 14 صحيفة واتضح لاحقا أن السبب المباشر هو أنباء نشرت عن اختفاء صحفي وتبين أنه كان في ذيارة عائلية لأحدى أسرته في مدينة أخرى من المبكر الجزم بالسبب لأن السلطات الأوجهات المعنية لا تتكرم بتوضيحات في هذا الجانب ولكن من الملاحظ أن معظم الحيثيات التي تتردد في الآوين الأخيرة لمصادرة الصحفي في حيثيات ذات طابع اجتماعي أو صبقة اجتماعية وليست سياسية سواء كان ذلك عن اختفاء صحفي أو اختفاء ناشطة سياسية أو الآن عن تحرش بالطلاب وطلاب الرياضة الأطفال أيضا في الرياضة الأطفال أعتقد مثل هذه الممارسات أو هذه الأنباء تأتي من منتديات خاصة النبأ الأخير جاء من منتدى معني بتقديم إضاءات إسبوعية والصحف كثيرة ما تنقل هذه الأنباء وأحيانا تتسم بشيء من عدم التقة الآن نحن أمام واقع مأزوم يتطلب من الصحافة أن تتحلى بأعلى معايير المهنية من الضوابط لا تنشر أي شيء يهدد الأمن أو السلم أو يهدد نتيجة المجتمع كما يحتم على السلطات لا تلجأ إلى الإجراءات الاستثنائية التي عانى منها الصحفيون كثيرا الآن نحن أصبحنا في ذيلية الحريات الصحفية في تصنيف الحريات الصحفية في العالم لا يمكن لصحاف عمرها الآن أكثر من 112 عام أن تقابل بمثل هذه الإجراءات الاستثنائية هذه هي متاعب البدايات وتعبر عن نكسة وانتكاسة بكل المغاييس طيب فتح الرحمن ذكرت لي قبل قليل بأن هذا ربما يكون سبب فقط للاستهلاك هذا السبب الذي قدمته ربما أو قرأه الصحفيون على أساس أنه يتعلق بموضوع تحرج ضد الأطفال نتساءل عن الأسباب الحقيقية لمنع صدور أو لمصادرة الصحف بعد طباعتها أي سبب أو الجهة المعنية أو التي يمكن أن تقدم السبب المباشر هي الجهة التي تقوم بفعل المصادرة وليس الصحفي لأنه هناك صحفيين نبحث كثيرا عن الأسباب والحيسيات ولا نرى في الواقع أي سبب كافي مثل هذا التعامل التعسفي ولكن ما نطالب به وظل نطالب به هو أن نحتكم إلى القضاء والإشكال الذي نعاني منه نحن في السودان هناك صحفيين سودانيين أننا نحتكم ونعمل تحت طائلة سلاة قوانين نعمل تحت طائلة قانون الجنائي نعمل تحت طائلة قانون الصحافة والمطبوعات ونعمل أيضا تحت طائلة قانون الأمن الوطني وهذا القانون هذه الإجراءات الأخيرة التي تتم مصادرة وخلافها تتم بموجب قانون جهاز الأمن الوطني واعتقد أن الجهات الأمنية والسياسية والصحفية في البلد بحاجة إلى حوار يمنع مثل هذه الإجراءات الاستثنائية ويجعل الصحافة التزم بخط مهني يحافظ على أمن وتماسك ونسيج المجتمع مدير تحرير صحيفة الرأي العام لشؤون السياسية السودانية فتح الرحمن شبرقة كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا لك